فيه استراتيجيات موجودة في الوزارة المفروض واحد يتشال واحد تاني ييجي يكمل لكن مش معنى انه واحد ناجح يبقى يقعد يقعد مرة واثنين وثلاثة واربعة ومنقلش التغيير في حد ذاته مش منهج لا هو منهج منهج عشان اللي جاي برضو عاوز ينتج اللي جاي غرباله شديد اللي جاي عاوز يصر له برضو تاريخ زي اللي قابله لكن احنا شايفين لما يبقى وزير التومين كان حصل اكبر قضية فساد موجودة في مكتبه والمساعد والمتحدث ورئيس الشركة القبضة للمواضيع الزيائية ويكون لسه في الوزارة ده عار علينا اما فين ثقافة احنا ما عندناش ثقافة الاستقالة يعني قطر يتقلب الوزير ما ساكلش فيه فساد الوزير ما ساكلش ناس بتموت الوزير ما ساكلش اما لا هيستقيد امتى امتى احنا نقدر نعمل يبقى شعب محترم والسادة المسؤولين تحترم هذا الشعب اللي هو السيد الشعب المصر هو السيد في هذي البلد مش اي حد تاني فاحنا امتى نحترم نحترم الشعب ده ونقوله نطلع كل وزير يطلع لو اخطأ يا قدم سألته لكن النهاردة نفيش عندنا ثقافة قاعد الى مالة نهاية بالعكس ده كل واحد من السنة الوزارة عشان يقعد انا بقى طالب اقالة وزير التموين فاكبر قدية فساد موجودة ده احنا كده بند منهج لبقى الوزراء اي حصل عندك اي فساد اي محسوبية اي اي عك انت برضى موجود موجود على قلبنا موجود موجود ما ينفعش ما ينفعش فيه كوادر موجودة في الوزارة قادرة ان هي تتحمل المسئولية عاوزين وجوه جديدة تتغير احنا بيقوله تمانية بس اللي هيتغيروا هو ده ده تهريج احنا عاوزين الوزارة كلها تتغير ده احنا ابن على مضد رئيس الوزر المصفى مدبودي انت راجل شغال على دماغي انت راجل وطني على دماغي انت راجل عملت مشاريع بس فيه فيه ناس ثانية موجودة فيه كفاءات تانية عاوزة تنتج عاوزة تعمل نفس التاريخ اللي حالك عملته نفس التاريخ اللي عمله وزير البترول ووزير الكهرباء فيه ناس موجودة لكن لما يبقى فيه تغيير وزاري بعد ثورتين احنا شايفين الدنيا هي 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 ما بتتغيرش